مرحبا بكم في الدرس الرابع والأخير من الوحدة الثالثة سوف نتحدث عن وحدة الادخال وحدة الاخراج والمكونة الثانية مكونات الحاسب وهي البرمجيات الصوفتوير لوحدات الادخال في الحاسب مجموعة من الوظائف وأهمها استقبال البيانات وادخالها تحويل البيانات وتخزينها ومن أهم وحدات الادخال ما يلي لوحة المفاتيح كيبورد كما تشاهدون لوحة المفاتيح هي عبارة عن مجموعة من المفاتيح لادخال الرموز والأرقام والأحرف إلى النظام وتشمل التالي باختلاف شركات التصنيع لوحة الأرقام ومفاتيح الأرقام مفاتيح الأسهم المفاتيح الخاصة مثل مفتاح الانتر والشفت والكنترول مفاتيح الوظائف F1 والF2 والF3 إلى F12 كذلك من وحدات الادخال التي تستخدم في الواجهات الرسومية الفارة لعملية الادخال والتأشير ولها العديد من الأنواع مثل الفارة الليزرية ثالث شاشة اللمس أو التتش سكرين تستخدم لاختيار البرنامج عبر لمس الشاشة وتعتبر التتش سكرين إحدى وحدات الإدخال والإخراج في نفس الوقت من الوحدات الماسحات الضوئية والسكانر تستخدم لإدخال الصور والرسومات والوثائق وإجراء التعديلات عليها لها العديد من النواع كالقارير العمدة والماسح الضوئي العادي الكاميرا الرقمية تستخدم في عمليات إدخال الصور وتسييل الفيديو الميكروفون يستخدم لإدخال البيانات الصوتية للحاسب وحدات الإخراج من وظائفها تحويل البيانات المدخلة إلى بيانات قابلة للعرض إخراج هذه البيانات وحفظها من أهم وحداتها الشاشة لها العديد من الأنواع من أهمها LCD LED SRT الأمور الهامة الخاصة بالشاشة والتي لابد أن نركز عليها هي الديقة والريزولوشن وتقاس عادة بعدد النقاط أو البيكسل التي تقوم بعملية إظهار هذه الصورة وتكونها فمثلا لو لدينا شاشة تدعم 640 في 480 معنى وجود مساحة للرسم تمثل 480 سطر في الشاشة لجانب العرض وكذلك 640 نقطة أو بيكسل لهذه الشاشة من الوحدات أخرى الطابعة وتستخدم لإخراج المعلومات بشكل مطبوع من أنواعها الطابعة النقطية الطابعة النافذة للحذر الطابعة الليزرية نوع الثالث الراسمة تستخدم من قبل المهندسين لطباعة التصاميم الهندسية كما تشاهدون السماعات تعتبر إحدى وحدات الإخراج هنا نتحدث عن المكون الثاني من المكونات الحاسب وهي البرمجيات تعريف البرمجيات هي عبارة عن مجموعة من البرامج والأوامر التي تتولى عملية إشراف وإدارة أجزاء المكونات المادية الهاردوير وتسمح لها بالعمل كذلك تقوم بالإشراف على تمثيذ عمليات المعالجة المختلفة تتكون البرمجيات من برامج نظم التشغيل وهي تدير عملية نظم التشغيل وتتولى التحكم في سير الحاسب ومعالجة البيانات نوع الثاني برامج التطبيقات الابلكيشن سوفتوير وهي الأكثر انتشاراً وهي البرامج التي تستخدم لإنجاز أعمال لمحددة باستخدام الحاسب أمثل عليها برنامج الورد برنامج معالجة النصوص برامج قواعد البيانات برامج الجداول الحسابية كمثال عليها تجاري مايكروسوفت أوفيس تعتبر مجموعة من البرامج التطبيقية ثالثاً برامج الشبكات أو النتورك سوفتوير تسمح لي بعملية إدارة الشبكة وكذلك تعمل على الشبكة برامج اللغات هي لغات برمجة تسمح لي بعملية كتابة برامج محددة ومن ثم استطيع الكتابة والتحرير لبرامج الحاسب الآلي هنا نلخص ما تعلمناه في الوحدة الثالثة بدأنا بالدرس الأول عن الحاسب ومكوناته العامة ثم تحدثنا عن وحدة النظام والذاكرة في الدرس الثالث تطرقنا الوحدة التخزين الثانوية والمحركات الأقراص الصلبة والأقراص المغنطة والأقراص الليزرية بالإضافة إلى ذاكرة الفلاش في هذا الدرس تعرفنا على وحدات الإدخال وحدات الإخراج والبرمجيات شكرا لمتابعة والتقيكم قريبا في الوحدة الرابعة